من لديه ملكية أخرى ما هو ممكن ما يكونش عنده شقة أخرى في نفس المحافظة لكن هو ثري بمعنى أنه هو عايش في الزمالك مثلاً أنا عادي في الزمالك في بيت كبير من بتوع الزمالك في جاردين سيتي أو في أي منطقة كمالك ولا مستأجر كمستأجر وما عنديش طب ما أنا عشان ساكن في الشقة دي أنا ما عنديش بس أنا عندي أطيان وعندي يعني أقصد أن حالتي المادية حالتي المادية جيدة جداً لكن أنا ما عنديش شقة تانية لأن أنا ساكن في الشقة دي أنا ساكن في الزمالك على النيل في شقة ضخمة جداً ومش مهتم من أن أروح حتى تانية يعني في أفكار فيما يخص إقرار زم المالية وفيما يخص الدرائب هناك أيضاً ممكن تدرسه ده في أفكار فيما يخص هذه النقط ألا وهي الملاءة المالية للمستأجر في ذات الإيه يعني هو ملاءة المالية ممكن تبقى كبيرة وبيدفع 8 جنيه برضو طبعاً أو 20 جنيه طبعاً دي برضو حاجة غير عادلة طبعاً طبعاً ماذا عن الجزء التاني بقى من لا يستطيعون أفرد أن هو يعني ساكن مستأجر نعم وهذا التضاعف أو زيادة الإيجار لا يستطيع أن يدفع ما برضو فيه معشات في أسر في أرامل هيعمله أعرض أستاذ جميعي طبعاً مذيع وزير سابق محافظ مدرس أي حد أعرضه لحالة بحث اجتماعي يعني طيب وياخد أنا مقدرش أعمل كلام هنعمل إيه أفكار فيما يخص هذا الموضوع أنه يتعمل صندوق إعانا أو أنه لو برحته يعني يروح في كذا أو كذا يعني دي مسائل طبعاً حساسة جداً بس متقدرش تنقل واحد ساكن برضو في المهندسين أو في الزمالك تنقله خمساشة مايو طبعاً لا يمكن طبعاً لا يمكن ما أنا قلتلك سيدة أرمالة أو سيدة على المعاش ما أنا قلتلك الكلام ده مش رياليستيك والكلام ده ما يصحش وإنسانياً ما يصحش وبعاينين دي تبقى آخر خدمته يعني آخر خدمته النهاردة كان السيستم ماشي كده أيها هنعمل إيه في فكرة إن العدلة في هذا الملف إيه حق المالك نسبية ونسبية ونسبية المالك إديتك 90% من حقوقك لو على العشرة في المية دول اللي بينطبق عليهم حكم محكمة دستورية مين هيدفع للناس دي لا مش هيدفع لا لا التدرج هيكون تدرج منطقي يوازن الأمور يوازن معاشاتهم يوازن الملائة المالية عمري ما هعرض الناس دي لمحنة أنا بقولها لك هواع أنا ده رأي شخصي وهقوله طب لقيت بقيت اللجنة أو لقيت في البرلمان كلام غير كده هوت أنا هفضل أتمسك بهذا الرأي أنا لن أعرض ناس كانت ماشية في هذه خصوصا إن أنا ضميري مستقر إن أنا المالك أعطيته 90% من حقوقه بشكل جيد ورشيد والناس اللي بتقول إحنا أو مثلا يعني عصام غالب بيقول إحنا دفعنا خلوة لا هو بيقول العكس بس فيه ناس كتير قالت إحنا دفعنا خلوات إحنا دفعنا خلوات كتيرة طبعا ما هو مالك هذا الكلام ده متكرر يا لميسا أنا ما إحنا عارفينه وبقالنا عشرات السنين وله منطقه خلي بالحضيك حواري ده النهاردة بتلاقي بقى بعد كده اللي ما قولك يشوفوا إن أنا مش رايزة أجيب لهم حقوقه المستقر ممكن يتصور في الطبيعي في الطبيعي يقولك الله ده كذا وكذا وكذا فحتى في الناس اللي هي شايفة المتبنين النظرية اللي حضيك بتكلمي فيها دي اللي هي أنا دفعت خلوات وبالتالي الشقة اللي أنا أقفلها دي مقفلها ولا أنت مالك أنت آه ما ندفع خلوه آه ما ندفع خلوه آه أنا حر آه عاملة مخزن آه عاملة مخزن ربي فيها فرق أعمل أي حاجة يعني في حاجاتك من كده بتجن لكن أنت طالما خلاص بتصفي الموضوع فبتحتاجي أن أنت تدرسي كويس قوي قوي زي الشرطات البنائية وزي التعدي على الأراضي الزراعية بتدرسي الملف ده وبتحاولي توازني وفي النهاية أنا بقول لحضرتك أن إن شاء الله كل واحد هيبقى مستريح هل ده كل ده رأيي أنا يعني إيه ده مش رأيي لجنة لا يعبر عن رأيي حكومة أو بالمان ولكن أنا بطلعك وبطلع أهلينا والمواطنين في كيف تدار المسألة بتدار بمنتهى التعقل والرجد والضقة